بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن المهارات اللي بتبقى محتاجها وانت بتزاكر بشغل يعني الكتابة الاكاديمية عموما وفنانو خصوصا. ان انت يبقى عندك زي ملف وورد بجمع فيه المعلومات المهمة اللي حاولين موضوع معين من كل الابحاث اللي قريتها. يعني انا مسلا مسلا كان فيه موضوع معين مهتم بيه في الشغل اللي بتاعي اي موضوع يعني. طبعا عملت ملف وورد زي كده هوت. وابقى عامل مسلا جدول في ادي اسم المرجع. وانا مدخل المرجع ببرنامج. ببرنامج بكل المرجع زي او كده. ده المرجع ودي المعلومات اللي لقيتها فيه. المعلومات دي اللي ننقلها منه او مصور حتى ممكن اصور بناس وحطها عندي. المهم ان انا دي المعلومات اللي انا احتاجتها من المرجع ده بخصوص موضوع معين. ده برضو مرجع تاني حاولين نفس الموضوع. لقيت فيه المعلومات دي ببداية اجمعها. زي ما انت شايف كده هوت حتى مغير تنسيق ولا حاجة. اهم حاجة ان انا اجيه كل المعلومات اللي انا محتاجة اجمعها في فولدر واحد او في ملف فورد واحد الاسف ملف فورد واحد قدام مني زي ما انت شايف كده هوت. علشان يبقى كله قدام عناية. لما اجي ارجع انا بقى محتاج افتكر معلومات على المموضوع ده هوت. ارجع ابص في الجدول ده على طول. افتكر بقى الكلام ده. و aunque انا عارف انو ده ما نقول ما ام هنا رجع ده. افتكر الكلام ده. افتكر الكلام ده هي دي وصور هي على طول. افتكر الكلام ده. فيه صور هنا كنت محتاجها مسلا سورة بجلال او حاجة. ادي مرجح تاني في معلومات برضو هيض. كل معلومات دي حوالي النقطة معينة كنت بدور عليها. ممكن برضو اعمل كده معكزا نقطة تانية يعني. كل نقطة تهمني افتيت ايه اعمله ملف starter yetali. ده مثلا هو ملف starter hop. مثلا برضو نقطة جديدة كنت بدور عليها جوا نفس الشغل بتاعي. يعني انا مثلا اشغال وعايز اجمع معلومات عن المقدمة بتاعت البحث اللي هكتبها. ادي برضو اسم المرجع هو توادي معلومات تنفعني في المقدمة. مثلا الجملة دي انا هو الباحث كان واخدها من المرجع رقم تلاتين عنده. انا نقلت مرجع رقم تلاتين عنده اهو. عشان محتاج اشارج على البحث تاني خلاص مرة تانية. خلاص انا كده عرفت هو واخد المعلومات دي منين. عشان لو انا مهتم ارجع انا للمرجع ده واشوف رقم تلاتين ده كان عبارة عن ايه وبيحكي في ايه وكده. ادي جدوى لها انا نقله منه زي ما هو. وهكذا زي ما انت شايف. معلومات كتير ده واضح ان هو كان مرجع مهم. ده برضو هو غالبا ده كتاب. ناقل منه كلام هو تلي همني. ودي الصور ودي الروسومتر كان يمني. ده مرجع هو رقم تلاتة. ادي صورة كاملة. ادي شرح. ادي رسمة. وهكذا. رسمة تانية هيت. وهكذا. ده اللي كان انهي مني انت تبقى شايفه. ان انا مسلا ايه في النهاية ده مسلا الفولدر هو كله. الفولدر هولو بيبقى قدام مني. كل نقطة من دول او كل ملف من دول بتبقى بنقطة شغل دماغي عايز اركز فيها. فاولا ما لاقي بحسي يكلمني عن النقطة دي ارجع افتح الملف ده ومن داخل جوة الجدوى اللي جوة منه احط اسم البحس واحط المعلومات اللي انا محتاجها من البحس ده هوت. وهكذا كل ملف من دول كانت حاجة تهمني. كل ملف من دول حاجة تهمني. انت مسلا شغال في شغل النانو. مسلا بتحضر مادة زي سيلبر نانو فورتيكالز. مسلا الاكس ار دي ممكن تفتح له ملف ورد زي كده هوت. تسميه اكس ار دي اف سيلبر نانو فورتيكالز. كل بحسة قبله مناقش الاكس ار دي بتعمل جدوى زي ما انت شفت كده هوت. ومحاطط كل المعلومات اللي انت شفتها عن الاكس ار دي جوة الفولدر ده من البحس ده هوت. اي دي فتح اصلا ملف زي كده هوت خلاص كل المعلومات قدام عينيه. كل حاجة انا محتاجها قدام عينيه مرة واحدة. فارجع ازاكر الموضوع ده كل مرة واحدة. وايه اقدر بقى اكتب عنه اقدر اشوف المشكلة اللي قابلتني فيه اقدر اتعلم منه وهكزا. فانا انصح حاجة انت نعمل مسلا ملف ورد زي كده ال اكس ار دي. ملف ورد ال اف تي اي ار. ملف ورد مش عارف مسلا السغر التم. السغر السم. ملف ورد عن اه مقدمة مسلا عن التحضيرات الجرين سينسز تحضير مسلا للطرق الخضراء اللي ماضية انه بتاياه لانت هتشتغل بجرين سينسز وهكزا. علشان تبقى دايما ايه الدنيا كلها قدام عينيه. ما تبقاش انت بستاني لغاية اخر اللحظة. فانت رجع بقى تفتح البحث ده والبحث ده والبحث ده وتفتح خمس ستة تابات جنب بعض. وكل تاب منهم عملت دور بقى على البحث ده. فين المعلومات اللي انا محتاجها منه وعملت لف هنا والدور. لا. انا المعلومات اللي انا كنت محتاجها اخدتها كلها وجمعتها هي قدام عينيه. مرة واحدة. المعلومات اللي محتاجها من ده اخدتها كلها وجمعتها قدام عينيه. وهكزا. وده كمان بيساعدني في الكتابة. وانا اجي اكتب بقى اعدي معناي على كل الجمل دي كده هوت. واحاول بقى اعيد سياغ جملة زي كده. اعيد سياغ جملة زي كده. استفيد مسلا من البحث دهوت اعيد سياغ بجملة زي كده. واحاول اضيفها معي في البحث بتاعي. اعيد سياغ بجملة زي كده. وهكذا. ده بيساعدني ان انا ايه مشتتش نفسي اسناك الكتابة. طبعا بس اكون الفكرة واضحة ده مجرد فيديو سريع. عن نقطة زي كده. احنا هنتكلم عنها ان شاء الله وحنا شغالين مع الابحاث اللي تحت وحنا بتناهش بالتفصيل. هتليني بقول لك ايه? آآ لازم يبقى عندك مهارة ان انت تجمع معلومات حوالين نقطة معينة وتخليها عندك ملف وكده. بحبيب بس اشرح لك انا اقصد ايه بحاجة زي كده يعني. شكرا.